احمد الله رب العالمين وتقبر الله بأنه منكم صالح الأعمال وهذا لقاء متجدد مع القرآن والإنسان عشنا في الحلقة السابقة مع الإنسان الأول مع أبينا آدم وأمنا حواء وكيف أن الله عز وجل خلقهما من تراب أو من طين حتى لا تكبر على هذه الأرض ثم جاء الشيطان بعد أن أسكن أبنا آدم وأمنا حواء الجنة وأباح لهما رب العباد سبحانه وتعالى أن يأكل رغدا حيثما شاء وكل حيثما شئتما رغدا ولا تقرب هذه الشجرة وحذرهما من الأكل من الشجرة ولكن الشيطان كان لهما بالمرصاد وألأم الحاسدين من يريد أن تكون مثله لا أن يكون هو مثلك يعني ألأم واحد في الحاسدين أنه تصير أنت مثله فكان أول عصيان في الكون في هذا الكون وفي هذه الأرض هو الحسد ثم الحرص حسد إبليس أبنا آدم وأمنا حواء على هذه المكانة الجرية التي أسجد الله لأبينا آدم وأمنا حواء الملائكة ثم حرص أبينا آدم أن يخلد في هذه الدنيا مع الحسد والحرص نشأ هذا الصراع العجيب ثم أهبط الكل من الجنة إلى هذه الأرض فنحن نريد اليوم أن نتواصل بعد أن وضحنا كيف أن الملائكة لنورانياتها يعني كان عندهم قناعة شديدة كبيرة بأن المخلوق موجود في الدنيا لتنزيه الله وتسبيح الله وتقديس الله يعني ليست هناك مهمة للمخلوق في الكون إلا هذا إذا تعجبه كما قلنا في الحلقة السابقة يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسويك الدماء ونحن نسبح بحمده ونقدم سلاحة وكأنما الملائكة للنور الذي أودعه رب العباد في طبيعة خلقهم يعني استشفوا من خلف حجب الغيب ما الذي يمكن أن يكون وقلنا أنهم قاسوا هذا الإفساد وهذا التدمير وهذا القاتل وهذا السفك الدماء هذا على المخلوقات التي سبقت أبا آدم طبعا الأرض الله عز وجل لما خلق الأرض أرسها بالجبال وأوجتها البحار والمحيطات والغابات والهواء والكسجين يعني فنزل أبونا آدم إلى الجنة وقد يسر له فيها سبل المعيشة وكما يقول ابن القيم تجهيز المسكن قبل أن يصل الساكن يعني بالضبط زي ما مثلا يعني ابنتنا تتزوج تروح أمها ترتب لها خزنات معينة بالملابس بما مش عارف إيه ويذهب تذهب أم العريس أو أم الزوج عشان ترتب أم المعينة لتجهيز المسكن قبل وصول الساكن ولله المثل أعلى كأنما الأرض جهيزت كلها لهذا الساكن الآتي لأن الله من البداية قال أن جعلوا في الأرض وليس في الجنة أن جعلوا في الأرض خريفة يعني خريفة من أولها كما وضحنا في الحلقة السابقة جهيزت الأرض نازل أبونا آدم وأمنا حواء ولكن لهم عدو واضح يعني وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما أنتم الاثنان من الجنة فتشقى ننظروا إلى لما يقول تشقى أو تشقى لا الشقى على آدم خلي بالك من هذا الملحظ العجيز في سورة طه فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أنت يا آدم حواء ليس عليه شقى حواء يعني عبارة عن عندنا في الإسلام يعني عبارة عن ماسة غالية درة غالية يجب أن تصان يجب أن نحافظ عليها يجب أن توضع في أكرم مكان وأفضل مكان ولا يعني نحشرها هنا وهناك طبعا الموضوع مفهوم وواضح من كتاب الله لا فيها اجتهاد ولا فيها مخ فليأخذ الجنة ما من الجنة فتشقى فنازلوا إلى الأرض هناك عداوة مسبقة إبليس يريد أن يغوي وآدم يريد أن يتمسك المهم نازل أبونا آدم بلا خطيئة على ذلك عشان نقرر قواعد الإنسان في القرآن الإنسان خطيئته فردية وحسابه فردي لا يحمل أحد وزر أحد أما قضية فريد والكلام سبحانه الله العجيب يعني للأسف الغرب له أحيانا أفكار عجيبة فريد لما قال أفكاره قالوا أن فريد هو أحد العشرين الذين حضروا للقرن العشرين للأسف الشديد يعني سبحان الله فريد كان له قصص عجيبة ورأة عجيبة وانتشرت في الغرب وكان يعتبرها ناذية الأفكار الأساسية وأن البنت تكره أمها والابن يكره أباه بقضية عقدة أوديب وعقدة إلكترا وكلام عجيب سبحانه الله العظيم وأن لما سألوه عن طيب ليه الميت عندما يموت التدول ما فيش العاطفة دي مش موجودة والغرأس يعني غريزة المحبة عند الناس والخير عند الناس لماذا يبكي أهل المتوفا متوفاهم أو ميتهم قال لا لتعبير عكسي أو لتغطية مدى فراحهم برحيده كذلك طبعا يعني إذا كان المتحدث يعني أعزكم الله مجنون يكونوا مستمع عاقل فقضيتها هذه القبائل العجيبة التي نشرعها لكن عظمة الإسلام فأن الإنسان يتكون من يعني أركان ثلاثة برعا جسد وبعدين عقل وبعدين ربح هذه تكوينات مكونات الإنسان في القرآن عبارة عن أول شيء جسم جسم هذا الجسم فيه من العجر وفي أنفسكم أفلا تبصرون العقل مش عارف 13 مليار خلية قلب مش عارف فيه مش عارف سبحان الله واكتشف الآن 150 مليار خلية ما يعرفه ماذا تعم العين مش عارف فيها إيه الأذر سبحان الله وتحسب أنك جرب صغير وفيك انطوى العالم الأكبر والله عز وجل كرم هذا الإنسان كرمه من البداية كرمه مخلوقا بأن أوجد الرحمة عند أمه فتحمل الأم منتهى الألم تسعة أشهر متواصلة ولادة صعبة جدا سواء ولادة طبيعية أو ولادة قيصرية أو ولادة مش عارف بإيه سبحان الله وبعدين كل هذه الألم وبعدين تربية وبعدين علاج وبعدين تعليم وكل هذا على قلب الأم ما شاء الله لا قوة هذا مبتك كريم الله عز وجل لهذا الإنسان أن أوجد هذه الرحمة في قلب أمه سبحان الله من مننا يستطيع أن يتحمل أن يحمل على ظهره حتى أو على كتفي إنسان أو مخلوق أو أي شيء تسعة أشهر متواصلة لكن الرحمة الإلهية الموجود صورة منها في قلب الأم جاءت هذه الأم تتحمل حملته كرها على كر وأهلاً على وهو سبحان الله يعني في حالة من الضعف وفي حالة سبحان الله ولكن رغم ذلك وعند الولادة تقول إن شاء الله لن أحمل مرة أخرى لن سبحان الله ألد مرة أخرى سبحان الله مجرد ترى وليدها أو جنينها لما طلع للحياة وصرخ وجهه جميل وبريء سبحان الله وأنا أتعجب من الذين يرسلون رسالات لبعض الذين يشكون إليهم من علماء النفس وعلماء الدين ورزقنا بطفل جميل هو فيه طفل جميل طفل غير جميل كل طفل جميل لماذا؟ لأنه فيه براءة ولم يعمل ذنباً قط فهذا هو الجمال نفسه يعني الجمال كل الجمال أن تكون بريئاً وإلا يكون لك ذنب عارك وزر فهذا هو الجمال أما تقول طفل جميل إذا هو أنك طفل غير جميل إذا قلت طفلا فهو جميل من غير شيء فسبحان الله الله عز وجل أوجد جسد وبعدين عقل يسيره يفهمه هذا حلال وهذا حرام هذا صلاب وهذا خطأ والعقل هذا عجيب سبحان الله تتسير في شرع مزدحم وتسمع صوتاً به السيارة فجأة دون أن تفكر جاء نفسك تسير على الرصيف قفزت قفزة وأنت لا تدري من الذي جعلني أخفز واحد طبعاً علما يقول لك العقل أعطى إشارة للرجل والرجل تنبهت يا عمي طيب ومن الذي أعطى العقل للأمر يجب أن شوفوا الإنسان في القرآن موصول بخالقه الجسد والله عز وجل عشان الإنسان يحفظ على هذا الجسد أحل له الطيبات وحرم عليه الخبائف حرم عليه أن يهجم هذا الجسد لماذا؟ لأننا فرضنا جداً أنا بنيت بناية وعملت اختراع وجاء عاد أو معتدي فاعتدع على هذا الاختراع ما الذي يغضب؟ المختلع المختل يغضب ما الذي يتصنع؟ أنا تعبت في هذا الاختراع أو عملته الصانع يغضب إيه؟ لصناعته واحد عمل ديكور جميل وجاء من يخرب طفل بخلم أو كده وخرب سبحان الله أحالها فساداً طبعاً يغضب الصانع لصناعته ولله المثل أعلى الله أوجد هذا الجسد فأوجد فيه العقل لماذا؟ كي لا يخربه مخرب من شياطين الإنس والجن يطعق عليه بالتدخين بالمخدرات بالانحرفات بتعدل الحرمات بتعدل الحدود كل هذا لماذا؟ لأنه يريد أن يأخذه بعيداً عن طريق المستقيم فالله عز وجل أوجد الإنسان جسداً وعقلاً ثم روح وعظمة الإسلام في تلك الوسطية فبعض الناس حوالوا الإنسان إلى روح محط وطبعاً دكبت للغرض واحد تنين جماعة تنين أخر حوالوا إلى الإنسان ما دي بحث الإسلام خلطاً بين هذا وذاك أما قضية الإنسان ما بين جسده أو بين جسمه وعقله وروحه وكيف كرمه رب العباد في هذه المحاول الثلاثة فهذا موضع حوارنا وحديثنا إن شاء الله بعد الفاصل كونوا معي أهلاً بكم وسهلاً مرحباً بكم أحبة في الله مرة أخرى ونحن نتحدث عن تكريم رب الإنسان للإنسان خلق الله عز وجل الإنسان من جسد وعقل يسيره وروح هذه الروح برعاً نفخة من روح الله عز وجل جعلت النخبة من البشر وصلوا إلى مراقي يعني رقي ما بعده رقي يقف عمر في المدينة يندي على سارية هناك في أرض العراق وسارية أسمع يعني سارية الجبل الجبل وسارية يرجع يقول لقد سمعنا صوتاً كصوت أمير المهين عمر نرى إنساناً كعلي رضي الله عنه يشتاق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية في زمن خلافة عمر فيقول علينا رضي الله عنه فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية وباله طبق من الرطب فأخذ الرسول واحدة فوضعها في فمي وأخذ الثانية فوضعها في فمي فاستيقظت من الرؤية وما تزال حلاوة رطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فمي فقلت أبشر بهذه الرؤية عمر رضي الله عنه يعني روح لعمر لما الإنسان يرى رؤية جميلة كده فيها مبشرات يبشر إخوانه فلما ذهبت إلى المسجد وجدت الصلاة قد أقيمت قلت إن شاء الله أبشر بعد يعني أخبره عن الرؤية هذه بعد الصلاة انتهت الصلاة دخلت بنت جارية صغيرة مع طبق من رطب تضعها بين يدي عمر تضع الطبق بين يدي عمر فيأخذ عمر واحدة ويضعها في فمي ثم الثانية ويضعها في فمي فوالله إني وجدت حلاوة رطب عمر كحلاوة رسول الله في الرؤية وعمر يوزع على الجارسين واحدة واحدة وأنا أشتهي من الطبق رطبا أخرى فيقول عمر لي يا علي لو زادك الرسول لزدناك الله أكبر لو زادك الرسول يعني أنت التموين اللي أخذت في الرؤية اثنتين سبحان الله أين عمر كان قضية تشاهد الإنسان لما إيه لما يكرم لما نروح تشف لما نروح تشف أبو محجن الثقفي هذه قصة أيضا يعني نحن نهلك ونضيع عندما نترك السلف ونترك خلق السلف ونترك سلوك السلف لأن السلف هؤلاء ساروا خلف قائدهم ومعلم البشرية كلها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقائدنا سبحان الله وهو الذي كان خلقه القرآن وهذا القرآن هو الذي صاغ قيمة الإنسان سبحان الله أبو محجن الثقفي في حرف القادسية يقول شعرا يذكر فيه الخمر أخذته نشوة الجندية فقر كلاما ذكر فيه في بيت أو بيتين الخمر فحبسه سعد ربطوا عند القياد عند الخيمة وزوجة سعد موجودة ليلة في داخل الخيمة ربط أبو محجن أبو محجن كان فارسا بدأت المعركة يسمع صليل السيوف وقاقعة السلاح وكر وفر الفرسان والخيول وصهيلها فهو فارس فثارت فيه الحمية قال لزوجة سعد استحريفك بالله أن تفكي قيدي قالت كيف قال لها أعيدك وعدا اتركي لي فكي قيدي أدخل مع معة القتال إن قتلت فالحساب عند الله عز وجل وإن لم أقتل وإن لم أرزق الشهادة يعني أعود وأربط نفس مرة أخرى سعد ابن أبو وقاص في القادسية كان مثخن بالدمام والخراري نتيجة تغيير الجو من المدينة إلى العراق فندير المنور يعني حيث ذهب إلى المعركة على أرض العراق سبحان الله فكان يدير المعركة وهو نائم على بطنه يدير المعركة المقدمة المؤخرة الوسط المهم سبحانه الميمان الميسرع فالمهم اقتنعت زوجة سعد بمنطق أبي محجن فحتى قال قولته الشيء هكذا ترضى القيد بالقنى واترك مشدودا علي وثاقية لقد عهدت ربي أن إذا فزت ألا أزور الحوانية عمري مروح لحان في خمرة أو خمارة أو شيء من هذا قبل المهم تركت زوجة سعد فكت قيده وبعدين لم يجد فرس فركب فرس سعد فرس سعد معروفة اسمع الشهباء معروفة فسبحان الله العظيم بدأ يدخل في المعمعة ويجندل الأبطال ويضرب ويقتل وسبحان الله فسعد يقول عجبا الكر والفر كر وفر الشهباء الحركة وعرف الفرس بتاعته عرفها كوي كيف في حركة المعركة الكر والفر كر وفر الشهباء والطعن طعن أبي محجن أبو محجن له طريقة في الضرب وطريقة في القدل وسعد لا يتبين من الوبار من الذي يركب الجوالة هي فرس أم ليست هي سبحان الله هذا بمحجن كيف أبو محجن بربوط المهم انتهت المعركة وقتل أبو محجن تسعة عشر رجلا من الأعداء ثم عاد فربط لسه مرة أخرى كما وعد سبحان الله فجاء سعد فأخبرت زوجته سعدا أن هذا قد حدث من أبو محجن فعفع انظر إلى الروح لما تنطلق من الذي يعني يسير أبو محجن أن يصيرك سبحان الله العظيم كهذا لما عبدالله بن عمر يقص عن أبيه رضي الله عن عمر رضي الله عنه يقول مررت مع أبي في وادة من الوديان فوجدنا غلاما أو صبيا يرعى قطيعا من الغنم فتقدم عمر قال يا غلام اذبح لي أو أعطني شاتا من شياك قال يا عمي هو لا يعرف أن هذا أمير المؤمنين يا عمي هذه أنا أمين فيها وليست لي إنما لصاحبه لصاحبها قال قل له أكلها الذئب عمر يريد أن يمتحن أمانة الولد قل أكلها الذئب قال إن قلت لصاحب الشاه أو لرب الشياه أكلها الذئب ماذا أقول لرب يوم القيامة فبكى عمر وانتحب ثم ذهب مع الغلام إلى سيده فاشتراه وأعتقه وقال هذه كلمة أعتقتك من الرق وأدعو الله أن تعتقك يوم القيامة من النار انظر إلى الروح لما ترتفع لما الإنسان يكون في منابعه الصافية أبو بكر رضي الله عنه كان له بيت في أرملة وبنات ضعاف فكان يمر عليهم كل يوم بعد صلاة الفجر يحلب لهم النوق سبحان الله فلما تولى الخلافة يمر من أمام الباب فبلغ عرفت الأم وبناتها أن أبو بكر حلاب الشياه هذا وحلاب النوق صار خليفة صار رئيس الدولة سبحان الله فتقول البنت لأمها من يحلب لنا من يحلب لنا منائحنا من يحلب للناقة بعد كده سبحان الله يقول أبو بكر وهو يسمع أمام الباب والله لا يحلبها لكم إلا أبو بكر كان كل يوم بعض صلاة الفجر قبل ما يذهب إلى مجلس سبحان الله ليحقب بين الناس يحلب ثم من الذي صنع هذا في هؤلاء ارتقاء الروح الروح لما ترتكس لكن لما الروح ترتكس سبحان الله الظلم والإنسان كنود وظلوم وجهول وهلوع ومنوع هذه السواد الإنسان عندما ينزل إلى المادة فالعبارة عن إيه هم مثلث عق أو روح وعق وجسد فيه ناس تُعلي قيمة الجسد على قيمة الروح ولهذا بالله يصير حيوانا أعجم عبارة عن إيه يفتري في هذا يضم هذا يبطج بهذا يسرق هذا يؤذي هذا يغتب هذا ينم في حق هذا الأسعى الشديد لكن وبعدين عقله سبحان الله يصيب أحيانا ويغطوه أحيانا لكن روحه هي الموصولة بالله سبحانه وتعالى هذه الروح لما تستشرف الإنسان إذا بالإنسان يكرر كيف كرم الله عز وجل هذا الإنسان أولا كرمه بأنه المخلوق الوحيد الذي وشهه إلى أعلى كل المخلوقات وشاه إلى أسفن ما على الإنسان وأن الله يعلمه كيف يتواضع لمن خلقه أمره بالسجود فأنت لا تسجد إلا لمن أقامك مقام العجز سبحان الله وسجد وأقترب سبحان الله فأنت عندما تسجد سبحانه وتعلم أن العزة إنما هي لله سبحانه وأن الكبرياء والعظمة لله عز وجل وأنك تطاطي هذه الرأس سبحان الله العظيم لمن إيه لمن خلقك ولمن رزقك ولمن أعطاك سبحان الله فهو مكرم هذا أمر الأمر الثاني أن الله أسد لأبينا آدم الملائكة ليعلن الميثاق أن كل المخلوقات في خدمة بني آدم حتى أن الملائكة ترسل علينا من الله حافظة كيف حافظة يعني عندنا أول ملكان أول ملكين ملك الحسرات وملك السيئات ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب العتيد يعني إن قلت خيرا كتبت في صحيفة الحسرات إن قلت شرا كتبت سبحان الله وبعدين يرسل علينا ملائكة يحفظونا نمنا بالليل ونحن نائمون وبعدين وبعدين تجد في ملائكة تصلي معنا وفي ملائكة تؤمن على دعائنا وفي ملائكة وهم يحملون العرش يستنفرون لمن في الأرض وفي ملائكة يسئلون السياحون أو السيارون دول اللي يتلمسوا مجالس العلم ويجلسوا ويسألهم رب العباد والله عز وجل يقرم عباده نتيجة شفاعة الملائكة أو شهادة الملائكة في ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار يعني سبحان الله في ملائكة الليل غير ملائكة النهار ملائكة الليل تنتهي دورتهم أو دورة حراسة في الأرض عند صلاة الفجر ولكن ينتظر ليصد الفجر مع الإمام يبتد يستلم منهم ملائكة النهار أو عاني من الملائكة يجتمع في صلاة الفجر وذلك قال ربنا إن قرآن الفجر كان مشهودا مشهودا من ملائكة الدير ومشهود أيضا من ملائكة النهار سبحان الله هذه الملائكة كلها هو مخلوق من نور ولكن أسأمر الله هذه الطائفة النورانية أن تسجد لأمين أدم إذعانا لماذا لأن كل المخلوقات في خدمة هذا الإنسان وبعدين توصل يا الله عز وجل كرم الإنسان جعل له أراضي ومهدا ورزق العقل يبتدي يخترع آلات وإجهزة ومش عارف إيه سبحان الله العظيم وبعدين كل يوم اخترع شكل كل يوم من نجية العقل ولكن لو وظف هذا الاختلاع في مرضات الله يبقى هذا شكر للنعمة لأن معنى شكر للنعمة أن أستخدم النعمة في شكر من أعطاها إلي أو في خدمة من رزقني إياها سبحان الله نعمة الجسد سبحان الله فرزقني أولا جسدا وعقلا وروحا ثم رزقني أم تحمل وتتحمل تلد وتتحمل طلع وتتحمل تربي وتتحمل سبحان الله العظيم وبعدين أمرني ببرها وبعدين الأب رزقني إياه وكرمني سبحان الله بإيه أن يعلمني ويقوم على تربيتي ورعاياتي والإنفق عليه كل الصور رحمة الله عز وجل وبعدين سبحان الله العظيم تجد أن الله عز وجل كرم الإنسان بإيه بأنه سبحان الله علمه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وأمره بأن يتعلم سبحان الله يتعلم الإنسان كل ألوان الحياة وأفضل علم هو علم الفقه وعلم الموصول إلى الله سبحانه وتعالى والاتصال بنا وأي علم لا يوصلك إلى الله عز وجل لا فائدة فيه أما مسألة بقية مسألة تكريم الله عز وجل للإنسان وكيف كرمه وكيف كرم المرأة وسوف نقف مع الإنسان المرأة في القرآن وكيف أن الله كرمها وكيف أن الإنسان كرم الصغير وكرم الضعيف وكرم اليتيم وكرم الجار وكرم الأمير وكرم الرعية كل هذا تكريم من الله سبحانه وتعالى هذا مدار حديثنا ولكن كنوا معي بعد الفصل إن شاء الله أهلا بكم ومرحبا مرحبا بكم أحبة في الله مرة أخرى ونحن نتحدث عن تكريم الله سبحانه وتعالى بهذا المخلوق الذي فضله على كثير ممن خلق تفضيله وقلنا في حلقة السابقة إن الإنسان إذا تغلب فيه جانب الخير على جانب الشر صار عند الله أفضل من الملائكة لأن الملائكة بطبيعةهم نورينين وبطبيعةهم لا يخطئون وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سبحان الله الله عز وجل كرم الإنسان بأن لا يتعدى على حرماته فمثلا منعني من أن أتجسس عليك ومنعك من أن تتجسس عليك لتصوير الحرمات محفوظة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المجالس بالأمانة يعني لو جلسنا في المجلس لا يجب أنت أن تسألني ما الذي حدث في هذا المجلس ولا يجب أنا أن أحدث ما الذي حدث لأن المجالس بالأمانة سبحان الله العظيم والإنسان يستر سبحان الله عورة أخي قال صلى الله عليه وسلم لو شترته بثوبك لكان خيرا لك سبحان الله العظيم فالله سبحان الله كرم الإنسان بأن جعل له حقوق وجعل عليه واجبات كما أن لك حقوق عليك واجبات ما هذه الحقوق أنت لك حقوق اشترط على أبيك أن يختار لك أم صالحة واشترط على أمك أن تختار زوجا صالحا ليكون لك أبن وبعدين اشترط عليهما أن ينشيك تنشيئ تربيئة نفسية هادة دون عنف ودون شوشرة ودون عصبية ودون سبحان الله أمراض سبحان الله وأمرهم أن إذا مرت مردوك وذهبك إلى الطبيب سبحان الله العظيم وأمرهما من باب التكريم أن يحسن الإسم وإحنا للأسف الشديد أحيانا نسيء أسماءنا للأسف أحسنوا تسمية أبنائكم فإن العبد ينادى باسمه واسم أبيه يوم القيامة لابد من إحسن التسمية ليه لأن عمر الله يرضى عليه جاءه رجل يشكو له من عقوق ولده إن ولدي عقني أمير المؤمنين جاء عمر الولد يا غلام لما تعق أباك قال أمير المؤمنين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتزوج ذات الدين فزوجني أمة خرماء يعني سبحان الله مخاقدا يعني مش على سبحان الله فأعير بها أمام أصحابي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نحسن تسمية أبنائنا وأبي سماني جعرانا فأعير بي أشعر بالاستحياء اسمه جعران جعران يعني خنفوسة والعيادة من الله خنفوسة وحاجة صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نعلم أبنائنا القرآن وما علمني أبي القرآن المفاجأة المذهلة يقول عمر للوالد للوالد هذا الصبي عققت ولدك قبل أن يعقق سبحان الله أنت غرست فيه سبحان الله شجرة العقوق فأمرنا أن نحسن تسمية الأولاد وأن نحسن تربية البنات وأكرم البنت بالذات والسوفنات لهذا الكلام طويلا أن من كان له ثلاث بنيات فأحسن تربيتهم كنا سببا له في دخول الجنة أو كنا حرزا له من النار قالوا اثنتان يا رسول قالوا اثنتان وواحدة قالوا واحدة فالبنت تحتاج إليه إلى تربية ولا تخرج بنت معقدة من البيت لا تجي أن الأب يهين الأم أو الأمة تعالى على الأب أو الاثنان يقعدوا بالشهر والشهرين لا يكلم أحدهم الآخر وينزع هو الكلمة من فمها وهو تريد أن تنزع منه كلمة رضا أو ابتسامة مقطب هو الجبين وهي مقطبة الجبين وكان عايشين في سجن في بيوت والله إذا سمعت مشاكلها تشعر أن هذا معتقل ليس هذا بيت سبحان الله مع أن البيوت دي للسكينة وللهدوء كان جدي وجدك إذا عاد إلى البيت عاد فرحا وكأنما الأكسوجين غير موجود إلا في البيت حفيده كان ممنوع من الأكسوجين أول ما يخرج من البيت وكأنما يريد أن يقول الحمد لله الذي نجان من القوم سبحان الله يعني فيه فيه بيوت بهذا المنطق فرحا معتقلات لماذا؟ لأن أجناس تعيش مع بعضها غير متوافقة الزوج صالح والزوجة متمردة الزوج كريم والزوجة منكرة الزوج معطاء وهي جاهدة للخير أو العكس الزوجة خلق ودين وحياء وأدب وتواضع وزوج كبر وغطرسة وبخل ومد يد بالضرب والإيذاء سبحان الله حينات سبحان الله وسوف تتعلق كثير من النساء بأعناق الأباء والأخواء والأعمام والأخواء وأولياء الأمور الذين زوجوهم ممن لا يتقل له إذ نزوج أحد كريمته ممن لا يتقل له فقد قطع رحمها والأيذب الله رب العالمين فكرم الله عز وجل الإنسان بأن جعل هذا البيت جعل موضوع الأسرة الأسرة الصغيرة وأسرة المجتمع والأسرة العالمية الإسلام هو الذي صنع هذا الخير الأسرة تقوم على أي أسرة في العالم تقوم على زوج وزوجة لكن في الإسلام تقوم على مرضات الله سبحانه وتعالى لماذا يتزوج لأنه يجب أن يرضي الله عز وجل يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج بس يعني الباء الباء ليست المقدرة المادية والمقدرة الجسدية فقط لا مقدرة مادية ومقدرة جسدية ومقدرة نفسية لأن العلماء فيه نوع من الزواج اسمه حرام ليه حرام وإذا تيقن أحد الطرفين أنه إن تزوج ظلم الطرف الآخر يصير حكم من الزواج هنا حرام انظروا إلى هذه الخطورة يعني إن تيقن ان تيقن الطرف من الأطراف أنه إن تزوج سوف يظلم فليعلم أن هذا الزواج حرام أنه لاجب أن يظلم الناس ومن ضمن الظلم أن يكون عنده مرض نفسي أن يكون عنده سبحان الله عدم قدرة على المعيشة مع آخرين هو منفرد عنده قضية الانعزلية ما يحبش الاجتماعيات طبعا كده هي يظلم إلى الأخرى وهي تظلم سبحان الله هو الرجل مندمج مع المجتمع وهي سبحان الله لا تصل رحم ولا تدف معه إلى أهله ولا سبحان الله منعزل في حياتها سبحان الله العظيم هذه المشكلة فأنا طبعا سعيدكم للسعادة أن دولة الإمارات عملت شرط الإتمام للزواج أن يوقع الكشف الطبي على الطرفين قبل الزواج وأنا أضيف إليه أمرين أن يوقع أيضا كشف نفسي يعني الكشف ببعيد من نفس وطب النفس أن ده صالح للزواج ولا مش صالح نفسي وهي صالحة ثم أن أقبل الطرفين دورة فقهية يتعلم فيها العريس المقبل على الزواج والعروس المقبل على الزواج كيف يتعاش الطرفان في هدوء وسلام وسقينة وإذا عصفت رياح التغيير أو رياح المشاكل بهذا البيت كيف ترسو السفينة إلى بر السلامة هذا ما أراه من ضمن شروط صحة الزواج فقبل أن الله عز وجل لهذا الإنسان وجود هذه الأسرة وعلينا الأسرة ليس عايشة في جزيرة منعزلة لا هذه أسرة لها جيران فربنا عمل حقوق للجيران سوى الجر مستم جر غل مستم جر قريب جر غريب له حقوق هذا حق ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظمنتوا أنه سيورثه سيورثه سبحان الله العظيم لا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من بات شبعان وجاره جائع أضرح زمان كان تعريف الجار هو الجدار الملاصق لا الجار سبحان الله العظيم يصير الجار الاندونيسي جارا لي وأنا هنا في الخليج والجار المغربي جارا لي وأنا هنا لماذا لأنني أستطيع أن أوصل إليه أي إعانة تعينه على تكريف الحياة فيصير هذا جارا لي والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من من ليأمن جاره بوائقة يعني 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 واحد يتحاشى إيه الجار لأن فيه نوع من الجيران وعياذ بالله إن رأى حسنة قتمها وإن رأى سيئة أذاعها قال عمر اللهم إني أعوذ بك من جار السوء إن رأى مني حسنة قتمها ورأى مني سيئة أذاعها والعياذ والله عبارة عن إيه وكانت أنباء لإذاعة الأخبار السيئة الجار والعياذ والله مؤذي ويجب أن تتغاضى عن عيوب جارك وأن تتحمله وأن تصبر عليه هكذا الإنسان سبحان الله يجد عظمة الإستام وعظمة يعني تكريم الله عز وجل لهذا المخلوق فأنجعل لك هذه الحقوق إيه كمان حقوق جعل الأب والأم حقوق على أولادهم وجعل الأولاد حقوق على الأباء جعل أن الأب والأم لا نغضبهما لا يناموا في حالة بكاء يتمنى العاب أن يرى ابنه وقد كبر الأب وعبر السبعين والثمانين وبعدين يأخذ الولد ويلقيه في درن المسنين أو للعجزة ويتناساه وينساه وروحه يعني سائح ويتفسح في مشرق الأرض ومغربها وهو سيب سبحان الله أباه أو أمه في دار المسنين أو في دار العجزة هذه مصيبة فجعل الأب والأم وجعلهما بابا من أبواب الجنة فهذه حقوق أيضا جعل للرحم سبحان الله حقوق سبحان الله يعني للرحم أي أن إني كثير الزنوب يا رسول الله قال لك أم قال والله قد ماتت قال لك خالة قال نعم قال بر خالتك يكفر الله عنك من ذنوبك سبحان الله هذه من ظلم الحقوق جعل سبحان الله العظيم أن المسلم على المسلم ست ست الحقوق إن لقيته فسلم عليه هذا حق تم تكريب الإنسان السلام عليكم ألا أدلكم على شيء إن فعلتم وتحربتم أفشوا السلام بينهم ده فيه ناس من الكبر والعزب الله رب العالمين أن يمر على ناس كده وليلقي عليهم السلام حتى ينسل حرب طب لماذا لماذا لا ترك على إخوانك السلام هل لأنك من طين أخرى أنت أيضا من طين زي ما قلنا في الحلقة السابقة أنت من طين هو من طين فلا تكبر عليكم بعلمك الله الذي رزق الزرد زهيمر تنسى كل ما تمسح الذاكرة مال المال عالية مسترجعة تأتي وتروح سبحان الله الصحة سبحان الله تأتي وتختفي جاه سبحان الله العظيم نسأل الله السلام فلمان إذا لقيته فسلم عليه وإن عطس فحمد الله فشمت وإن مرض فعده وإن كان أصابه خير فهنئه وإن أصابته مصيبة فعزه وأما السادسة وإن مات فسيع جنازته هذه حقوق ستة لكل مسلم على كل مسلم ولنا بعد الفاصل بقيت الحوار عن أو الحديث عن تكريم الإنسان اللهم أكرمنا ولا تهننا يا رب العالمين كونوا بعد بعد الفاصل إن شاء الله مرحبا بكم أحبة في الله مرة أخرى ونحن نتحدث عن تكريم المولى عز وجل لهذا المخلوق الذي جعله سيدا فوق هذا الكون وأسل له ملائكته ورزقه من الطيبات وأمده بكل الخيرات التي يستطيع أن يعيش فيها فوق هذه الأرض كريما مكرما لغيره ونافعا بغيره وليس مؤذيا للآخر سبحان الله أي أن كان هذا الآخر حتى لا يؤذي ليس الإنسان فقط لا يؤذي لا إنسان ولا حيوان ولا طير ولا بيئة ولا سبحان الله يعني لا تبلن في الماء الراكد لا تتغوط بظل الأشجار لا تخلح شجرة لا تقتلح خضرة كل هذا الكلام العظيم حتى إكراما للبيئة المحيطة يعني سبحان الله حتى رأينا كيف أكرم النبي صلى الله عليه وسلم الجذع الذي كان يخطب عليه وسمع له أزيزا كأزيز مرجل سبحان الله وحنين سبحان الله وقال ضعوه في سقف المسجد حتى لا تأكله الأرض يعني وفاء منه صلى الله عليه وسلم فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما تعشق القبراء زنتك في الخلق العظيم لشمائل يغرى بهن ويولع العظماء طبعا لأن هذه الأخلاق العظيمة وهي ميزان الخلق لخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الشمائل يجب أن تكون قدوة لنا يجب أن يكون قدوة لنا أنا طبعا أفرح كلما رأيت أسر كثيرة تحاول أن تحفظ أولادها القرآن وبناتها لكن المشكلة الأكبر نريد أن نفعل ما حفظ الله عملا يعني ما الفائدة أن أحفظ كتاب الله وأن أظلم الآخر وأن أتعدى على الناس وأن أرتزخ من حرام وأن أكل من شبهة وأن أفتري على خلق الله وأن أغتاب وأنم وأكل من الرب ما الفائدة سيء القرآن حجة عليها لا حجة لي سبحان الله الله عز وجل كما أعطى لي حقوقا كما قلت قبل الفصل ستة حقوق أعطى عليها وجبات وجبات أولا ألا أروع على المسلمين ولأدخل عليهم الحزن بل المكلف أن أدخل عليهم السرور وذلك قال صلى الله عليه وسلم تمسومك في واشي أخيك صدق والكلمة الطيبة صدقة وأن تدلي في دلو المستقي صدقة يعني واحد عايز يخرج ماء من صنبور ماء أو من بير أو تعينه وأن تعين ذا الحاجة وأن تفتح بيت أو عمل لأسرة مسكينة أو فقيرة أو تسعى في قضاء مصلحة معينة أو معاملة معينة تعثرت بشفاعة حسنة من غير رشوة ولا غيره إلى مسؤول من المسؤولين عشان يوقع سكن لمسكين أو شيء طيب لمحتاج أو علاج لمريض كل هذه يعني سبحان الله طوبة لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر ويبوس من جعله مغلاقا للخير مفتاحا للشر وفي ناس والعاذ بالله يعني 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 تحضر يأتي النكل عندما يحضرون وتأتي السعادة عندما يرحلون عندما يحضرون يبقى في نكل والعاذ بالله لما يرحل سبحان الله مستريح ومسترح منه بالعكس الله عز وجل كرم الإنسان في أعظم تكريم بأن يعني هداه إلى الدين الحنيف ومن أعظم تكريم الله لنا يعني بعث لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم أياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال ربنا هو الذي بعث في الأمينا رسولا منهم يتلو عليهم أياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضرار المبين نحن كنا تخيل أنت لو لا فضل الله علينا بإكرامنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنا ماذا كنا عبارة عن قبائل متناحرة قبائل تغير قبيلة على قبيلة من أجل منبع ماء من أجل قتل ناقة حرب البسوس قامت أربعين سنة على أن الكليب فوق سهم نحو ناقة البسوس واستغفت بابن أختها جساس ابن مرة فقام فقتل كليب هذا سبحان الله كمتزوج بنت أختها إذا أخت جساس سبحان الله فقامت الحرب بين القبيلتين أربعين سنة لأن العرب دون دين تأكلهم يعني كلاب الأرض لكن بالدين الله أكبر رأينا عمر عبدالخطاب رأينا أبا بكر وهو يعني يحلب المنائح ناقة الأرملة ببناتها رأينا أبا محجن ماذا صنع هذا عندما يكون العربي وفق منهج لكن من غير منهج ليهدف الله رب العالمين يقول شاعرهم على صاحب المعلق ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب وغيرنا كذرا وطينا إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين لا حول ولا قوة هذا عربي دون دين لكن لما الدين سبحان الله العظيم يأتي سبحان الله العظيم ما أعظم الدين بأينا تواضع عمر تواضع ابن عباس لما يجي لزيد بن ثابت رضي الله عنه أحد كتبت الوحي وبعدين يضع له الركاب الفرس في رجله يقول ماذا تصنع يا ابن عم رسول الله يقول هكذا أمرنا أن نجي لعلماءنا فيقف الزيد من فوق الفرس ويقبل إلى ابن عباس ماذا تصنع يا زيد يقول هكذا أيضا أمرنا أن نجي لأهل بيت نبينا هذا هو الإنسان عندما العربي عندما يدخل فيه الدين العربي عندما يصير وفق المنهج لكن من غير منهج ما صفته أي إنسان سواء عرب أو غير عرب أول سفله ظلوم كفار إن الإنسان لظلوم كفار ظالم وكثير الكفر يكفر النعم إلا ما يكفر بالله يكفر النعم كيف كفران النعم وضعها في غير مكانها يستخدم نعمة الصحة في أن يستغلها ويستخدم نعمة الجاه في الإضرار بالآخر نعمة المال وهكذا يضع الأمور في أفرها فبهذا معنى الظلم معنى الظلم أن تضع الأمور في غير الإصابها أن تجاوز الحد سبحان الله أيضا الإنسان سبحان الله دون دين والعياذ بالله يعني التجدوية والعياذ بالله إن الإنسان كما قال ربنا والعصر إن الإنسان لا في خسر عمتا على الوجه العمو هو خسر يخسر دنيا ويخسر أخرى بعقله يظن أنه يعني يعيش هانيا أبدا أنت عقلك وفق المنهج لما تمشي عقلك مع المنهج تسعد تفتعل عن المنهج تتعب فلما جاوز قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب النصب التعب يحدث متى لما نتزاوز بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يريد أن يفجر يعمل إيه ظهر الفساد في البرن والبحر بما كسبت أي لنال يروح يصد السمك بالقنابل بالمبيدات يطلع السمك نفسه في ضر يأكل الإنسان يمرض يروح للطبيب كنت في الميزان سيئات من اصطاده عن طريق الحلال لماذا لأنه خرج من حدود الدين لما يخرج من حدود الدين سبحانه يصير حيوانا أعجب يفتري يظلم يتعدى وعلي لما تعطيه لما يصيب الشر هلو لما يصيب الخير منوع يمنع ويبتدي يحسب ويقول مش عارف إيه وسبحانه ضايا العظيم فالإنسان القوين هو الذي يعرف كم كرمه رب العبادة سبحانه وتعالى أعظم تكريم لنا أن جعلنا مستمين وأعظم تكريم في هذا الأمر أنه رضي لنا هذا الدين يعني نحن لم نخير إنما هو الذي رضيه سبحان الله اليوم أكمنت لكم دينكم وأكمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم استمدين الله عز وجل رضي لنا هذا الدين فلما لا نرضاه تطبيقا سبحانه وتعالى العظيم ربنا أكرمنا وكرمنا بهذا الدين والله لو سبحان الله سرنا وفق منهج جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قد أفلح من زكها وقد خاب من دسها الفرح كل الفرح فنستقيم على طريق الله والشر كل الشر في أن نبتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى ومنهج الله واضح وبسيط وسهل والقرآن يقول في ربنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل بعد هذا التقريم أن يكريمنا بهذا المنهج هذا القرآن الذي لا يتيه الباطل من باب التقريم أن يحفظه رب العباد عز وجل حفظه رب العباد وما تركه لأحد ما تركه لعالم أو لشيخ أو للمؤسسة وإنما هو الذي تولى حفظه طيب بحفظ هذا القرآن يجب أن نحافظ أن نحن عليه بإيه بسبحان الله بتطبيقه وبتفعيله وبإحلال حلاله وتحريم حرامه وأن نؤمن بمحكمه ونؤمن بمتشابهه سبحان الله العظيم فالإنسان يجد في هذا القرآن العظيم يجد هذه الشمولية يجد هذا العمق يجد هذا التوازن سبحان الله وازن بين الدنيا والآخرة بين العاطفة والجسد يا سبحان الله ما أحرم شيئا إلا وأوجد لنا إيه حلالا هذا التكريم العظيم ماذا صنعنا نحن سبحان الله والله إن كثيرا من الغرب الذين يدخلون الإسلام بعدما يدخل الإسلام يقول ياه كل هذا الخير كان عندكم وحرمتمونا منه كل هذا الخير عندكم وما نبهتمونا إليه كل هذا الخير وقصرتم في إبلاغنا عظمة هذا الدين ووضوح هذا الدين سبحان الله عندما يسمعوا أن الزكاة في الإسلام 2.5% فقط هو عنده ضرائب تربع على الـ 60% يقول ياه يعني الدولة لا تأخذ عندكم الـ 2.5% فقط يفرح يقول لماذا لا يطبق العالم هذا الأمر سبحان الله حرم الله سبحانه وتعالى الظلم وحرم أن يتعدى الإنسان على أخير الإنسان هكذا كرم الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان أيما تكلم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلة لكن هل هذا الإنسان قام بشكر هذا التكريم وبوعظ هذا التكريم في خدمة دين الله سبحانه وتعالى نحن يجب ان ننظر الى الانسان من داخل كتاب الله عز وجل حتى نستبين طريق الصواب من طريق الخطأ وهذه محاول حديثنا بعد ذلك ان شاء الله في الحلقات القادمة ولذلك الله سبحانه وتعالى رب العباد عز وجل من كرمه وفضله ورحمته انه لما كرم الانسان كرمه بايه كرمه بالعقل سبحان الله لان في البداية كما قلنا ان لما الامان عرضت ما الذي حدث اما انت التكليف يعني يعني ان صنعت خيرا سبحان الله جزيد خيرا وان صنعت شررا جزيد عديد سبحان الله وان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فالينا ان يحملنا رفضوا واشفقنا منها خافوا وحملها الانسان لما حملها في منهم من قام بها وفي منهم من لم يقب ولذلك كما يقول العلماء ان اردت ان تعرف عند الله ما قامك فانظر فيما اقامك ان كنت عايزة تعرف مكانتك عند الله لو اقامك في طاعة وفي خير وفي عمل حلال اعلم ان الله يحبك ان وجدت نفسك مقام في معصية ومقام في عمل حرام ومقام في مال حرام ومقام في امر لا يحبه الله ولا رسوله فاعلم انك غيرا او انك بعيد والعذو الله عن الله اللهم اكرمنا ولا تهننا يا رب العالمين سعدت بكم وندعو الله سبحانه وتعالى عسى رب العباد ان يتقبل اللهم اكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا اثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا اللهم كن بنا رؤوفا وعلينا عطوفا خذ با ايدينا اليك اخذ الكرام عليك قولنا اذا وججنا اعنا اذا استقمنا خذ با ايدينا اذا عثرنا كلنا حيثما كنا اللهم اقول لنا يا رب العالمين حيثما كنا اكرمنا بما انت اهله ولا تعملنا بما نحن اهله انت اهل التقوى واهل المغفرة واختم لنا منك بخاتمة السعادة الأجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة الأسبوع القادم بإذن الله لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته